اكتشفت جبهة التحرير أن حي القصبة كان مليئاً بالجواسيس الذين ساهموا في مساعدة الفرنسيين في القبض على شباب الثورة حيث استفادت فرنسا من بعض المجرمين والشباب الذين عرفوا بتعاطيهم للخمور والمخدرات صدرت جبهة التحرير لمواجهتهم هذا الشاب علي لابوت شاب جزائري يعرف هؤلاء المجرمين ومتعاطي المخدرات والخمور بعد أن كان منهم ثم تاب والتحق بالثورة فماذا قالت الجبهة لهؤلاء الشباب المتسكعين في أزقة القصبة أعطوا لهم أمر قالوا لهم نعطوكم وقت باش تبعدوا من هاد الطبايع الشينين الشرب والخمور أصدقاء السابقين أصدقاء السابقين حاول يجلبهم ليهم الكائنين اللي رفضوا كان هادا كل وقت يعطوا لهم يرسلونهم هاهي هنعطينا لكم الثالثة تموتوا يعني يعطونهم تحذير تحذير أولي تحذير ثاني والتحذير الثالث الثالث الموت وشكون كائن منهم هادا نشي تشماهم أنا ما كنت منعرش هادا في القسمة كائن اللي رفضوا ورسلونهم أول تاني ثالث علي هو اللي راح علي اللي راح قطر كي يضربهم أو يعرفهم كي يطاحوا يحط رجلوا عليهم ويبدأ يخاطب الناس في الناس ويفهم فيهم شو يقول عاوي شوفوا ربي عطالوا من هادا يقولوا مع أنا كنت في هادا طريق وراني تبت لي من تبت بلادي ولكنت في ديك الحالة لغال الوضع اللي وصلني وتبت وانا طلبنا منه ويكونوا في القسمة يكونوا يعرفون السلانو أنا جيتو زد جيتو عطينا عطينا له فرصة عطينا له زوج وكننا له الثالثة إبا هو اللي نقى القسمة من الجماعة شحين من واحد اللي رفضوا ولي وساو وعلي اللي 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 قضى عليه هون يعني علي كان من ضمن الفرقة اللي نظفت القسمة نظمت القسمة يعطيك صحة من هذا الجماعة وفاني الشعب كان من القسمة سمع بهذا الجماعة اللي راه يجات واللي الكلام نتعاها ها هو الكلام نوحدو الصفوف نتعنا ونحاربو الفرنسي الفرنسا قامت جبهة التحرير بتخزين الأسلحة في منزل جميلة بحيرت هذا المنزل المقتض بأعضاء الجبهة دهمته القوات الفرنسية وقبل اقترابها علم ياسف سعدي بأن القوات في طريقها إليهم فقام بتخبئة الأسلحة في البئر الذي يتوسط المنزل هذا المنزل الذي تسكنه جميلة وعمها مصطفى وأخوها وزهرة وعدد من أعضاء الجبهة بس صح احنا في ذيك العشية جاء خبر أنه جايين كان حاجة عندك سعدي كان عطيل وربي هكذا خطأتي حس بالحاجة هاديك العشية سعدي جاء خبر هكذا هبطنا قاعدة كالدوزان اللي كان في السطح كان البلاستيك كان الأسير كان كل الشي هدوات هبطناه في الجب دبناه في الجب بابي زيت هكذا واسبو والبلاستيك ودناه وخطيناه لليه في الليل هجموا علينا على الوحدة نتاع الليل ودخلوا على البيت دخلوا في الدار دخلوا من الفوق بإجاوا بالأقل بلأ بس احنا كنا نعسوا دوك شفناهم جايين علمنا حق دا قاعدين نسلنا وما تشعلوش تدوره هم جايين يجيون مصطح وكانين أخرين يجيون من الباب يقول لك نجيون مصطح يهربوا ولا نجيون من بعد يهربوا حبطوا نساء والرجال حطوا رجال في وسط دار وحنا دارونا في واحدة البيت تعطيه في وسط دار وغلقوا علينا العسكر الفرنساوي يحوصوا عليهم وتصويرها تاحهم فيه الصور بتاعهم موجودة ومنها حاسبة لا يرحمها جاملة وينا كانوا ما عندهمش لا أسمة كانوا يهضوا كالجو جبلات نساء مكيش واحدة اللي وصفنا دوك رهبطنا من بعد هبطوهم يخصوا جيال تحت هاكدا كيما كانوا يواحد بالبيجامة اللي هاكدا بالعباية كل واحد كيفية راح كان عم جاميل الله يرحمه عمه مصطافا جيبدو هاكدا قالوا تبعنا فرنسا بلاد الحقور بلاد بلاد شفناها طلع شو يامن بقى نصنعوه استعرف عرش الرحمان الزعزع بدأوا يعذبوا فيه تم قدام باتوا الليلة كامل هاديك عمي مصطافا عذبه وخلقه واش نقولك يدخلوا لهم يصانهم هاكدا فن ما هاكدا يبع هذو كالرجال تحت التعذيب واحد منهم اتكلم جاءت خيخها واحد سأل الياس الله يرحمه أخوه جميلة عنده 14 سنة جاء ورفضوه والداوة والداوية وتسمع فيه وخطات مسكين كياد يكن ناطح حقه تاعت الشيتي والماء يغمه والملح والشي هاكدا يقول لهم عندي حق لا دار عندي حق لا دار خليوني عندي حقي يحضروا تحت الوزو يقول الحق قال لهم واحد الوقت على بريوين قال لي الابوانت هو ما دوك جيح هو رفا جيح هو قال هاك رخي باش يسلوا عليه شوية يعطلوا شوية راحة جوي جلا وراه وراه ودري لنا مسكين كيسا بروحوا عقدسخي قال لهم شفته طالع الزرقال الفلانية راحة لغلو بورتنوف هادي في وسط القصبة رافض واحد القفيفة فيها السلاح نتاعه وفوق السلاح داير الحشيش والخضراء لوفوا طمطعوا آآآ شوف طاحوا عليه ما خلقش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر